ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آلين هي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منتدا وزاريا رفيع المستوى وقض في المنطقة الزرقاء بمشاركة شخصية دولية بارزة من مجالة إنفاذ القانون وحماية البيئة ركز على أهمية تعزيز دور وكلات إنفاذ القانون في مواجهة تحديات البيئية والمناخية حيث جرى تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وذلك على هامش مؤتمر الأطراف كوب 29 الذي تستضيفه باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وقدم سموه في كلمة رئيسية في الاجتماع التهنئة لجمهورية أذربيجان على الاستضافة المتميزة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 29 والشكر على تنظيم الملتقى النوعي وحشد قوى إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخية